اشتركوا في القناة خطوة رائدة للمنظومة التشريعية والقضائية في مملكة البحرين ترتكز على حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال تطبيق وإنفاذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي جاء بتعاون مثمر ساهمت به النيابة العامة والسلطة التشريعية والتنفيذية وفق نهج إنساني حكيم وخبرات دولية ضليعة وتشاور أثمر تقدما عصريا شاملا لحماية وتعزيز حقوق الطفل في مملكة البحرين من الواضح أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال جاء عشان يشكل ناقل النوعية في طبيعة العدالة اللي يرجع أن تتحقق الأطفال وفقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع المعاهيد والاتفاقيات الدولية المنضمة لها المملكة وأهمها تفاقية حقوق الطفل فإنشاء المحاكم العدالة الإصلاحية وفقاً للقانون وزوادها القانون كذلك بكل الوسائل تختص في تحديد حالة الطفل وأفضل السبل لمرعه من الجنوح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يعد بحق التتويج لجهود مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية بشأن الحماية الجنائية للأطفال وقد حرص المشرع من خلاله على التثبت من تحقيق المبادئ المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم وذلك من خلال اشتراطه على ابتناء الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر إزال الأطفال على نتائج البحث الاجتماعي والنفسي قانون العدالة الإصلاحية يشكل قصة نجاح جديدة تضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه حيث يمثل القانون إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة وقد حضي القانون باهتمام واسع لدى السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورة هذا القانون العدنية والله الحمد لله البحرين الآن من القوانين التي تحفظ حقوق الطفل وتمنع استغلال الطفل وأيضا العقوبة السالبة ما راح تكون موجودة فيه راح يكون فيه أخصائيين نفسيين تم اقرارهم في هذا القانون واجتماعيين وقانونيين على أساس يتابعون سلوكيات الطفل مع هذه المسيرة التنموية لصاحب جلال الملك المفدى وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أخذت الطفولة الآن منحة آخر لأنه صار الاهتمام بجميع مجالاتها باعتبار الطفل هو اللبنة الأساسية للمجتمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كممثلة للسلطة التنفيذية ركزت جهودها لإنجاح هذا المشروع الوطني الفاعل مراعية كافة المعايير والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الحماية لحقوق الأطفال أكد القانون على أن يتولى مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على وضع الخطط والتدابير والبرامج لبناء الطفل وحمايته من سوء المعاملة وكذلك يقوم المركز بالإشراف على تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء تتانت الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة منها مملكة البحرين وبتطبيقها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال تؤكد سعيها الدؤوب لتحديث منظومتها التشريعية والقضائية وتعزيز إنجازاتها الرائدة في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية وسط إشادات أممية واسعة بسجلها المشرف في مجالات التنمية الشاملة والمستدهمة قانون العدالة الإصلاحية للطفل لبنة جديدة تضاف إلى منظومتنا التشريعية في مملكة البحرين تضع مصلحة الوطن والمجتمع على سلم الأولويات من خلال حماية وتعزيز حقوق الطفل وفق أسس تشريعية رصيلة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر